موسيقى في سنة 2009 سنة شوق غالي غادر من مجموعات المساء وغالي ينطلق لواحد تجربة أخرى مجموعة إعلانية مساهم ومؤسس لمجموعة إعلانية كيف جاءت الفكرة أنك تغادر المساء وتوجه الاستثمار في مجموعة إقصادية جديدة في هذه السنة وعندما نجاب عن هذه السؤال أريد أن أرجع السياق دياله في الواقع السياق دياله عنده مرتبط ذاك الحكم دي ستمائة مليون اللي كانت تعرضته جريدة المساء في بداية سنة نهاية 2007 وبداية 2008 فمن بعد منه ووقعوا مشاكيل وكان واضح أنه بدأت ضربات تحت الحزام في الجريدة اللي كان عندها الخط تحريري جريء جداً فكانت أول ضربة هي مغادرته في قبو عشرين للمجموعة كانت ذلك في بداية سنة 2008 وتغييرات الأجواء في المؤسسة وبدأت نفكر عنها في تجربة جديدة تجربة جديدة اللي تكون عند ارتباط المصاري المهاني اللي هو القطع المالي والبنكي ففكرت أنني نطلق جريدة يومية اقتصادية فجأت فكرة جريدة اللي زيكو في سنة 2009 وفي يونيو 2009 غادرت جريدة المساء لأشتغل على هذا المشروع وأطلقه وكان الانطلاق قد يلوف في 16 نوامبر 2009 شو اللي يحفزك؟ اللي يحفزني هو أولاً أنا أخذت تجربة من تحق جريدة المساء كانت مهمة جداً فتحت لنا بزاف دي الأبواب أعطتنا شبكة علاقات قوية بحكم كنت أنا الذي أدير شؤون العامة والشؤون الإدارية والتجارية فكان عندي علاقات وطيدة بالمعلنين وبرعساء ومدرع وكالات الإشهار وكتعرف في قطع الصحافة هذه العلاقات هذه مهمة لأنه هي اللي كتساعدك أن يكون عندك نموذج اقتصادي يمكن يعطي الحياة للمشروع فكنت أنا استشرت مع بعض أصدقاء اللي كانوا في ما بين المعلنين والوكالات طرحت لهم الفكرة فحفزوني وشجعوني وقالوا لي فعلاً القطاع الصحافة الاقتصادية بحاجة ليومية أخرى لأنه كانت يومية واحدة اللي هي الإيكونوميست فقالوا لي كين البلاسة اليومية أخرى اللي تعطيه الخبر وكين المغرب في واحد سيرولة تحرك اقتصادي فكين المجال؟ هذا ما يعني؟ إنما من هنا وضعت النموذج الاقتصادي للمشروع كانت تكلفة كبيرة وعن الإمكانيات الذاتية ديني لم تكن تسمح لي أن نمشي في المشروع بوحدي فكنت فكرت كوني يمشي معي في المشروع كشركاء فأول شخص فكرت فيه في الواقع هو مولاي حفيد العالمي اللي كان صديقي أنا كان مازال ماشي وزير في 2009 في السعود الحناية كان تعرفت عليه في قطاع الصحافة وربطنا صداقة وكنتذكر نهارة رحت عليه الفكرة هو كان عنده دكي جدا في قطاع المال والأعمال وحتى عنده واحد السرعة دي البديه كانت ذكر لما أنا كنت اصلت به بالهاتف وقلت له راني نحتاج نشوفك ونديره شي موعد را عندي ما نقترح إليك بعد العبارة هو كان في الهاتف وما كان شخص يأخذ الوقت بزاف لأنه كان هو في اجتماع وجاوبني قال لي شوفه نرني في اجتماع ولكن بقى اللي يتش اللي بيتش تقترع لي شنا هو قلت له قال لي ما تكون عبا يتدير شي جريدة راي بحلوك بباد الحز قلت له بحل ذك شي ولكن من طلقه ممكن نقول لك التفاصيل قال لي واشتيش أنا نقول لك شهدك قطع الصحافة نرى ما صالح شليا ولكن لك تتل لغا تديره فازي جسوية فيكتوب هذا العبارة قال يسير أنا معك وكان تذكر في اعلان بهذا الكلمة الكلمة اللي قال يسير أنا معك فهو بقى على هذه الكلمة بقى دائما معايا وبقى مع المشروع ادخل معك شريك ادخل معايا شريك وكانوا معنا شركاء اخرين في القطاع المال والامان وكان هو كان الشريك الرئيسي وكان بصراحة مدعم للتجربة الى اقصى الحدود دون ان يتدخل يوما في الايام بخطة تحريري هذا للامانة وحتى انه منينه اللوزير سنة 2013 هذه الامانة التاريخية كانت الجريدة يعني عند استقلالية تامة طبعا الحال تم الاتفاق نارلول على الخطوط الكبيرة اللي احنا كلنا كان نامنوا بها واللي هي المقدسة دي المملكة ما عدا ذلك فكان عدنا الحرية الكاملة كان نكتبوه ذاك الشيء اللي احنا كنا نامنين به فانطلقت جربة الازيكو ومجموعة الاعلامية ومشيت الحمد لله كيف ما كان متوقع لها رغم صعوبة القطاع ومشيت مواقع الالكترونية وكانت من بعد كانت واحد مشينا في بداية الفورة الالكترونية احنا خلقنا جريدة ورقية الوقت اللي بدأت لأزمة المقروئية دي الصحفة الورقية ولكن مع ذلك استطعنا اننا نخلقوا مكان الجريدة الازيكو ونخلقوا مواقع الالكترونية اخرى اللي كانت مكملة نعم بالنسبة لهذه التجربة ومشي ممكن قلوبة انها كانت مختلفة على تجربة المساء او لا هي مكملة لها لش ما ما فكرتيش في اللغة العربية واخترتين اللغة الفرنسية لا ايه فعلا الاختيار دي انا كيفما قلت لك اه بعد الجريبة دي انا جريبة اللغة العربية قدرتها في الايام لما طلقت الايام مع صديقي النوط دي المفتاح وبعد ذلك غادرت ومشيت المساء فقلت ربما ممكن ندير شي جريبة اللي فيها التكوين الأصلي ديالي اللي هو التكوين مالي وبنكي وفعلا هذا التكوين هو ساعدني أنني نطلق الجريبة دياللي زيكو وسهل لي بعض الأمور منها العلاقات في القطع لأنني كانت عندي علاقات كبيرة في القطع المالي والبنكي فسهل لي هذا الأمر سواء من حيث المعلومة سواء من حيث الإعلانات فكان هذا هو المحفز الأساسي نعم إذن كان الجانب المالي والجانب الإشهاري نموذج الاقتصادي اللي كان هو أصعب حاجة في الجريدة كيفما كانت للمؤسسة الإعلامية فنموذج الإعلامي ديالجريدة اقتصادية ورقية فهذاك الفترة اللي فاشتلقناها كان كيسهل عليك أكثر من الجريدة اللي كانت عندها يمكن تعنى بالشأن العام جريدة اقتصادية كان عندها مكان نعم طيب في هذه الفترة شنه أبرز الأحداث اللي عشتها في هذه التجريبة يعني المساء كما قلت كل يوم كل يوم حدث نعم فلذيكو شنه ممكن الأحداث أو الدروس اللي كان ستخلصتها لا كانت أحداث كثيرة لانه جريدة اقتصادية احنا كانت عندنا بنفس نقدي وانتقادي فكان كنا كنا نتاقضوا كان عندنا حريريدي في الخط التحريري وكنا واكبنا الربيع العربي وخطاب تسعود مرس والتحولات اللي جات من بعد فاحنا كنا واكبنا ما قبلها وما بعدها بنفس نتقادي بنفس اللي تبغيج علم المغرب أنه يكون قبلة للاستثمار يكون الاقتصاد دياله رافع للإمكانيات اللي يحظى بها المغرب كنا كذلك ننبيه إلى أن اقتصاد الريع ممكن ما كانتش توطرات ما كانتش أحكام كانتش أحكام قضائية كان عندنا احنا أكبر حكم قضائي في تاريخ المغرب مش حكم قضائي وهو طالب فاحنا كانت مجموعة الضوحى رفعت شيكاية جريدة لذيكو طالبت بعشرين مليون درهم جوش المليار هذا اللي طالب بها لأننا كنا ندرنا واحد الميلف اللي في شكاية ديال 1400 مستفيد كيشتاكي ومن مجموعة الضوحى أنها ما كترتش ليوم واحد الجزء من تسبيق لما ندخلو في التفاصيل فاحنا كان عندنا الوطائق ونشرناها بشكل مهني وهما ما استسغوش الأمر لأن جدكشي في الغلاف وفي الصفحة الأولى وجريدة مقروعة في أوساط المال والأعمال ما استسغوش الأمر كانت في 2010 في الوقت اللي كانت المجموعة في الأوج ديالها والأوج القوة فارفع لنا قضية وأنا كنت أذكره كانت عندي علاقة مزيئة مع الرئيس المدير الأم في خضم الدعوة كنت لقيت معه في واحد المؤتمر الدولي في المغرب وقلت له واش انت واش انت بعقلك كالطالب جزء المليار من جريدة مغربية قلت لي احنا مرمشي واشنطن بوست رعلي زيكو وبقاك يضحك معي بشكل عادي قال لي والمهم باش تعرفوا رأسكم اش نو كتبتو في نهاية الأمر جات هاد القادة الدعوة هادي في خضم الربيع العربي والتوترات اللي كانت في الشارع المغربي فلما كانت أول جلسة لهاد القادية جاوا هادوك الف ورمائمية متضررين داروا وقفة احتجاجية مساندة للجريدة وضد دور فوفاء الصور في سياق دي العشرين فبراير نعم ما عرفتواش هو بوحده ولقال له شي واحد حياد هاد الشيء المؤين بتصل بين المحامدير وجمعنا نطوين هاد الشيء بالشكل ويدي وسحبوا الدعوة هاد دي من القضايا الكوبرا اللي كنا تعرضنا لها وطبيعة الحال كان أمو أخرى اللي أحيانا أكتر من قضية لان لما يسحب لك واحدة معلين إعلانات وانت عندك البوند كوموند وكل شيء يسحب لك علاقة بالمقام بعد تعرضنا لها مرارا وتكرارا من المؤسسات عمومية ومؤسسات قطاع خاص لان الناس ما عندهمش واحد النفس طويل اللي تقبل انتقات حقافة تقبل خصوصا في الجرائد الاقتصادية ممكن كانوا في واحد نمط ديال تساموح ولا التسهول غير تمرير بحل مقالات نقدية بحل مقالات عبارة عن بلاغات صحفية عند التاروح نحن كنظروا صحفة كما خصت تكون لما يكون النقد ركيكون نقدو لكن لما كنكونوا تتبلينا شيء مبادرة مزيانا كنقول لهم شعارنا في الإزيقو هو الكأس ما تنشوفوش من نصف الفارغ ولا من نصف المملؤ تنشوفوه جوجو كل واحد تنعطي وحقه بالإضافة أن كانت في الفترة جاءت تجريبا اللي جاء فيها أبل إيلا بن كيران كان رئيس حكومو وكان من القارئين جريدت لسوقوش حلو مرة كانت عائطي الثمانيات الصبح عامود وليسي سامير أنا ما نتفقش معك في هذه لازلت هذه وكاننا كانت ناقشو بصراحة بكل موضوعية وكاننا كانت نتفقوا في بعض الأمور وكاننا كانت نتفقوا في أمور أخرى ولكن كانت تقبل النقد ولو أنتنا نقول أنا ما نتفقش معك في هذه كانت تقبل النقد وبعض الأمور لساننا فيها انطلاقا من قاناة اقتصادية بحل الرفع الدعم على المحروقات كمنا دافعنا على هذا الموقف لأننا كان في مصلاحة المغرب ونحن انطلاقا كجريد اقتصادي كنا نقوم بتحليل ماشي الشعباوي الموضوعي كنا نقوله في هذا الوقت كانت صندوق المقاصة فيه 57 مليار ديال الدرهم ولا ما وقعتش هذا الرفع ديال الدعم ربع 3-4 سنوات هنوصلون 100 مليار ديال الدرهم وفعلا كونما كانش في ذاك الوقت بايور كان قيلها فوزي القجع وهو وزير الميزانية في البرلمان قال اليوم كونما كانش رفع الدعم كونها اليوم وصلنا الواحد لأقلق باصلي وهو وضعيها جدا صعبة وقعا 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 وقعا